السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبنات ومتتبعي وصفات رشيدة على اليوتيوب مرحبا بكم في القناة اليوم سوف نقوم بعمل خبز سهل فوق البوطة في الفرن يجي رائع و لا يكون مع الجنة وهو من بعد ما يكون طب يتحصل علي على تشكل هذا وهو طيب غفل البوطة لا يطيب في الفرن سوف ترى الطريقة والمقادير من الأول حتى الآخر هذا الشكل النهائي من بعد ما يوجد يجي رائع و يكون طيب من جد جواية وهو الوسط نتمنى تجربوا هذه الطريقة و لا تنسوا الدعم و لا تنسوا التجير في القناة لكي يوصلكم كل جديد شكرا لكم و بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء لكي تعمل فائدة و مرحبا بكم على بركتي نبدأ معكم الطريقة والمقادير يحتاجون طحين طحين الابيض و تحتاجون قمح انتما القياس على حسب اللي بغيتو انا هنا نعمل عيني ميزاني انتما لكم الاختيار نعمل شوية الملح و شوية السكار و نعمل الخميرة الخبز انتما لكم الاختيار يمكن لكم الضعف المقادير على حسب اللي بغيتو هنا نعمل عيني ميزاني لا تقيد بشحال دعماد القياس نحطو صافي و انتم ما عملو اللي بغيتو يمكن لكم تعملو رابعة ديال الطحين و رابعة ديال الفينو او نصرابعة على حسب اللي بغيتو هنا من بعد ما نعجل العجينة نحصل علي على تشكل هدا كناخدها و ندلكها جيدا باش تعطيني نتيجة مزيانة باش يجي الخبز رطب هنا يكن نعجنها و نضيف الماء و انتم ما كتعجنوه حتى تحسو بالعجينة تكون يعني ترتق لكم في يدين و تكون رطبة باش هكو ينجح لكم الخبز و يجيكم الخبز غزال و يجيزوين من بعد انتم ما كتضيفوا الماء و انتم ما كتزيدوا حتى تكملوا من بعد ان شاء الله و نوريكم باقي المراحل مهم دلكوها مزيان باش اعطيكم نتيجة مزيانة باش يجيكم الخبز رطب صافية في حال هكوية من بعد ان نضيف لي و ندلكو هتا نكمل و ان شاء الله يربي نمروا الباقي المراحل هنا من بعد ما كتكونوا يعني دلكتو العجينة ديلكو مزيان كتحصلوا عليها على تشكلها كتكون يعني رطبة و كتكون يعني مدلوكها مزيان كتأخذوها و كتغطيوها و كتخليوها كترتاح واحد المدة يعني اربع ساعة حسن الساعة او لما كاملاش كتخليوها ترتاح العجينة باش كتعاون كوم في فشجي و تقرسوها هنا من بعد ما رتحت لي كناخدها و كننفرغ من هذك الهواء من بعد كننقسمها هنا عندينا كمية قليلة كنقسمها على زوج و من بعد كننقسمها باستعانة بشوية ديال الطحين الابيض و الطحين الاصفر يعني ديال طحين دلفينو من بعد بحال هكو كتقوا تقرسوها حتى كتجمع لكم العجينة و من بعد كتخليوها كترتاح واحد شوية باش تعاونكم معو تاني مني غاتبغيو تقرسوها صافي من بعد في حال هكو كيما كتشوفو كتكملوا في حال هكو كيما كتشوفو يعني كان نعملوها كويرات و انتم ما شكلوا على الحساب اللي بغيتو على الحساب اللي كترتاحوا فيه المهم هو الخبز ديالنا هكو كان نعملو لي من بعد كان خليها ترتاحوا واحد شوية واحد قسم دلمقانا يعني عشرة دقائق او لخمسة دقائق اطلق معانا هاي من بعد ما رتحت كان ناخدها و كان نبسطها بحال هكو نضيف لها شوية طحين اللي كانت تلسك سافي بحال هكو ستامر و من بعد نعملها في واحد البلاسة او في واحد الغطة و نخليها كترتاح المدة ديال تتخمر كي تضعف الحجم ديالها باش نمروا و نوريكم كيفاش تطيبوها و ان شاء الله يربي تنجح معكم الوصفة لانها ساهلة و كانت معتمع داع عندي من مدة هذي انسان بالنسبة للناس اللي ما كي عندهمش الفرن يستغلوا هذي الفرصة من بعد نعملهم في واحد المنديل كي يكون نقي و ان شاء الله يربي تجربوها صراحة كتكن نعمل عليها البريوات كتكن نعمل عليها البيتزا و كان طيبهم فوق الفرن و كي يجيب حالة طيبتهم في الفرن و ان شاء الله نعمل معكم وصافات اخرى ان شاء الله بهذا الشكل باش ان شاء الله تستافدوا و هكو الناس اللي ما عندهمش الفرن يستغلوا هذي الفرصة من بعد نعملهم في واحد المنديل كي يكون نقي و نغطيهم و نخليهم حتى يضعف الحجم من بعد باش نمروا باش نطيبوهم و نوريكم كيفاش يكون الطيب ديالهم هنا كتاخدوا المقلة انا عندي هذي مقلة شوية محفرة هي اللي كنت طيب في هنية الخبز كتاخدوا الشبكة ديال اللي كنعملوها في الطاجين هذي عندي شوية عالية تقريبا هذي السومك في حال هاكاية كتكون عالية مهزوزة باش هاكاية ما يتحرقش لكم الخبز يجيكم محروق يعني الشبكة تكون مهزوزة على المقلة في حال الفرن في حال هاكاية من بعد كان ناخد كان ناخد هذي المقلة مع هذي الشبكة ديال الحديد و كان عملوه فوق النار و كان شعل البوطة من بعد كان ناخد الخبز و كان عملوه في الكاغيت ديال الفرن و ناخد واحد الفرشيطة او لتاخدوا موس أو لغا عود اللي بغيتوك تاخدوه و تقبو الخبز باش ما كيتنفخش بزاف من بعد كان تكون المقلة سخنات كان ناخدها هنتوم ما كما تشوفو هنا سخنات غادي نعمل الخبز ديالي في المقلة و من بعد غن ناخد واحد الغطاية من الفوق و غادي نغطيها و غادي نخلي الخبز ديالي حتى يبدي يطيبوا و من بعد ان شاء الله هنا الخبز كما تشوفو هو كيتنفخ من بعد هانتوما كما تشوفو يعني را باقي ما شدش راسو من بعد اني غاي شد راسو غادي نقلب الخبز ومن غاي ما يبقاش لي بحل عجينة غادي نحيد هادك هاد الكاغيت باش نبقى نقلبوغا على هادك الحديدات باش هاكوية ضغية كيتتحمر وضغية كيوجد هانتوما هنا را قريبي هوا هنا منفوخ هوا قريبي يعني يشد راسو من بعد غادي نحيد هاد الكاغيت وبدأ نقلبها على هادك الشبكة ونبعد ان شاء الله ونوريكم هنا من بعد هانتوما كما تشوفها هي شدت راسها كن نحيي كن نعملها في الجهة الخرا هانتوما كنعملها في الجهة الخرا باش يشدني تراسها ملتحت ومن بعد نحيد الكاغيت باش هكوية يبقى يطبغ على الحديدات لغيه كي يطيبوه هوا ان شاء الله تشوف ها هو حييت هادك الكاغيت ها هو را تحمر ها هو را تحمر صافي ولكن شجيها ما طيباش كتبقوا تدوروها وكيبتك يباليكم راه طيب وان شاء الله يارب نكون فتكم بهذا المعلومة وهذا الفكرة باش ها يكون ان شاء الله تعني تطيبو الخبز بالنسبة الناس اللي كيبغي وشريوه ها فوق البوطة را تحمر كامل هانتوما هنا را تحمر كامل هانتوما لطرس ديال هادك الشبكة صافيك تستمرو حال هكو حتى كتكملو وكتحصلو على الخبز ديالكم هاكو غزال وكيشهي ووزوين وورطب وطايب ما معجن موالوها ومشكل ديالو من الداخل كي يجي انتمنى يا ربي تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة وانتمنى اللي مشاركش في القناة يشارك باش يوصلكم كل جديد وفعلو خاصية الجرس باش يوصلكم قال اشعارت لي اللي كان فاش كان حطش فيديو وشكرا اللي كومو الى فيديو قادم بحول الله مع السلام اشتركوا في القناة